قصف مدفعي واطلاق للنار في منطقة مزارع شبع الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة بين القوات الصهيونية وحزب الله وسائل اعلام صهيونية قالت ان حزب الله استهدف القوات المنتشرة في المنطقة الحدودية مع لبنان بعد تصاعد نذر مواجهة عسكرية بين الكيان الصهيوني وحزب الله على خلفية مقتل القيادي في الحزب علي كمال حسين الأسبوع الماضي قرب العاصمة السورية دمشق في غارة صهيونية استهدفت مواقع الميليشيات مصادر صحفية لبنانية قالت ان المدفعية الصهيونية قصفت تلال قرية كفر شوبا ومحيط مزارع شبع ردا على مصدر النيران فيما توجه وزير الدفاع الصهيوني بيل جانس الى منطقة الاشتباكات بعد تصريحات له اكد فيها ان حكومته سترد على اي قصف ينطلق من الاراضي اللبنانية والسورية وحمل حكومتي البلدين مسئولية اي هجوم تشنه ميليشيا حزب الله على قواتها التصعيد العسكري الاخير جاء بعد تهديد حسن نصر الله بالثأر لمقتل قياديين بارزين من حزبه في سوريا فيما تطرح تساؤلات بشأن ما اذا كانت هذه المواجهة مجرد تسخين للجبهات ام هي مواجهة مفتوحة بين ايران وميليشياتها في سوريا والعراق وبين الكيان الصهيوني الذي لم يتوقف طيرانه الحربي عن شن مزيد من الهجمات الجوية ضد مواقع الميليشيات في العراق وسوريا بل وحتى في الداخل الايراني لكن السؤال الكبير في هذه المواجهة هو هل لحزب الله نفس قدراته العسكرية والبشرية التي خاض فيها حرب تموز عام 2006 بعد الانهاك والاستنزاف الذي تعرض له في سوريا وكذا الحال بالنسبة لايران التي تدعمه والتي تعاني عزلة دولية قاسية من جراء العقوبات الامريكية بالاضافة الى وباء كورونا وحالة الصخط الشعبي الذي يتجلى بين الحين والاخر في التظاهرات الشعبية ضد نظام ولاية الفقيه ثم اقتناع الشعب اللبناني ان حسن نصر الله انما يريد جر لبنان الى مواجهة عسكرية لمصلحة ايران فقط بينما تعصف ببلده ازمة اقتصادية ومالية خانقة لا يعرف سبيل الخلاص منها شكرا